العشر صباحا اللاثامنة بتوقيت جرانتش مجازون إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم مشاهدين الكرام أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة تنفيذ مجمع مصانع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات في مدينة السادس من أكتوبر وخلال مؤتمر صحفي أوضح مدبولي أن المصانع تهدف لإنتاج ثماني لقاحات رئيسية بقدرة تبلغ ثلاثة ملايين جرعة يوميا مشيرا إلى أن المجمع سيكون جاهز مع بداية شهر نوفمبر لبدء إجراءة التشغيل والخطوات التنفيذية تعقد الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي اجتماعا لمناقشة التطورات في أفغانستان يأتي الاكتماع بعدما أعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده وبريطانيا ستحضان الأمم المتحدة على العمل من أجل إقامة منطقة آمنة في العاصمة الأفغانية كابل لحماية العمليات الإنسانية هذا ويشارك وزر الخارجية سامح شكر اليوم في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي يعقد في الجزائر تأتي مشاركة مصر في الاجتماع انطلاقا من حرص الخاهرة على دعم الشعب الليبي وتعزيز كافة المساعر الرامية لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأوضاع هناك حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الأعصار آيدا يشكل خطرا داهما على حياة الأمريكيين كما حذر بايدن من إمكانية حدوث دمار هائل بسبب الأعصار يتمثل في حالات انقطاع للتيار الكهربائي ربما تستمر لأسابيع وذلك بالنسبة للسكان الذين يقضنون مناطق قرب ساحل الخليج الأمريكي أما بالنسبة لأخر مستقدات فيروس كورونا فأظهر أحصان لرويترز أن أكثر من 216 مليون و180 ألف أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم وبحسب الأحصاء فقد وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 4 ملايين و673 ألف وقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالة الإصابة في الصين في ديسمبر من عام 2019 للمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعتكم وقنا على الانترنت أكسرانيوز دات تي في كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام كذلك يوتيوب شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة وفي أمان الأخبار